اشتركوا في القناة العشرات الصحفيين غالبيتهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري فيما استشهد نحو 120 صحفيا منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة تهيك عن الانتهاكات المختلفة أو المختلفة بحقهم التي تهدد حياتهم وتحد من حرية العمل والحركة في نقل الحقيقة التي لا يسعى الاحتلال أو التي يسعى الاحتلال إلى تمصها بشتى سبل الإرهاب والقتل للحديث أكثر حول هذا الموضوع اسمحوا لي نرحب بضيفتي بالاستوديو عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين زميلة رانيا الحمد لله رانيا صباح الخير أهلا بك معنا اليوم في استوديوهات وطن ونتحدث عن استهداف الصحفيين في قطاع غزة ومنذ 7 أكتوبر في الضفة اعتقالات واسعة في صفوف الصحفيين إلى ماذا تسعى دولة الاحتلال من وراء هذا الاستهداف لصحفيين ولعائلاتهم في قطاع غزة وأيضا في الضفة نعم على مدار سنوات الاحتلال الطويلة ريم إسرائيل كانت تدفع لكبرى وكالات الأنباء حول العالم وكبرى الفضائيات وكبرى صانعي الأخبار حول العالم الملايين لأجل تجيير الخبر لمصالحها الاحتلالية والصيونية البحثة في هذه الحرب وجدت إسرائيل لأنه من الأسهل أن تقوم بإسكات صوت الحق والحقيقة وتقوم بترهيب هؤلاء الصحفيين وإسكاتهم إما بالقتل أو بالقصف أو بقتل ذويهم أو بتجويعهم أو بقصف منازلهم أو بتشريدهم فبالتالي إسرائيل هي جزء من خطتها هي الإتمام إبادتها الجماعية وجرائمها في الإبادة الجماعية في القطاع كان أبرز أساليبها وأحد أهم أذرعها هو إسكات صوت الحق والقضاء على الصحفيين وإرهابهم وتخوفهم نهيكي عن أسلوب العيشة في قطاع غزريم وهو بالأساس صعب أصبح من 17 سنة صعب تقريبا من وقت الحصار صعب بعد 7 أكتوبر أصبح صعب والصحفيين بالنهاية هم جزء من أبناء الشعب الموجودين في القطاع الحبيب ما يعاني منه أهل قطاع غزة يعاني منه الصحفيين سواء بتقليص الموارد المادية التوقيف الرواتب عدم وجود الأغذية عدم الأمان القصف المناجل أصوات الصواريخ شبوصلكم عن معاناة الصحفيين وصحفيات يعني هم مش بس مستهدفين بالقتل وبالاعتقال وهذه الجرائم بل أيضا في معاناة أخرى يواجهها الصحفيين منها النزوح واستهداف عائلاتهم أيضا فقدان سبل العيش بالأمس فقدنا زميلة صحفية سعاد سكيك الله يرحمها عندما توقف قلبها بشكل مفاجئ ويعني نعاها زملائها وزميلاتها في قطاع غزة بألم وحرق وحزن وقالوا قضت قهرا قضت قهرا لم تحتمل البرد لم تحتمل رؤية أطفالها وهم جوعة هذه المعاناة الكبيرة والكثيرة أيضا للصحفيين إذا تحدثنا باستفادة أكثر عن الموضوع يعني لعلى وفاة الزميلة الإعلامية سعاد سكيك بالأمس هي جاءت كفلاش للإضاءة من جديد على معاناة زملائنا الصحفيين بشكل خاص وعلى ما يعانيها القطاع الحبيب بشكل عام فكرة أن يموت الإنسان قهرا فكرة مزعجة مرعبة يعني بتحسسنا بالعجز يعني حتى نفسيا نحن غير قادرين على دعم هؤلاء يعني بكل مكونات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وكل شعوب العالم التي تقف بجانب غزة وبجانب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع الحبيب لم نستطيع أن ندعم إعلامية بهذا المستوى من الثقافة والفكر حتى نفسيا نحثها للتمسك بالحياة أكثر طبعا ريم الأمهات أكيد يعرفوا أن وجود أبنائك في خيمة نزوح في مطر شديد درجات الحرارة باردة جدا ونخفضة جدا كل هذه العوامل بتزيد الثقل على البني آدم يمكن الإنسان لما يكون بطوله بنفسه يقدر يتجاوز هذه الأمور لكن لما يكون هناك أطفال وهذا حمل الأعناميات الأكبر يعني غير أنه هي جزء من هذا الشعب اللي بعانه من هذه المعاناة هي كمان مسؤولة إنها تنقل هذه المعاناة إلى العالم بطريقة أو بخرى كل حسب موقعه وكل حسب وظيفته هي كمان مسؤولة عن أطفالها وقد يكون كبار بالسن أيضا بالعائلة وكما وردني كان معها أيضا كبار بالسن بالعائلة الزميلة التي توفت بالأمس رحمه الله حالة حال الكثيرين الذين ما زالوا صامدين صابرين كل هذا ريم وشو ما حكينا من تفاصيل سواء تفاصيل النزوح أو تفاصيل الجوع أو تفاصيل أنك تركض طول النهار عشان تلاقي كيس خبز لأبنائك أو لأطفالك أو تلاقي مكان آمن لعائلتك كل هذه التفاصيل مؤلمة ومزعجة ومهينة وفيها ابتذال للنفس البشرية وللإنسانية يعني أنا لا أعلم كل المؤسسات الدولية التي تدعي أنها أنشئات وأهدافها هي الحفاظ على حقوق الإنسان أينما كان ومهما كانت جنسيته شو تبريراتهم أمام أنفسهم لما يشاهدوا هذه القصص ويسمعوها طيب ماذا عملتم على صعيد فضح الجرائم بحق الصحفيين ومحاسبة الاحتلال على ذلك يعني ما هي الإجراءات التي قمتم بها نعم منذ اليوم الأول ريم منذ 7 أكتوبر تنبهت نقابة الصحفيين لأهمية مراسلة العديد من المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والإعلام حول العالم والمعنية بالحفاظ على سلامة الصحفيين أينما كانوا وتوجهنا بالعديد من الرسائل والمناشدات لهؤلاء المؤسسات ولكن نكاد نكون من أول مؤسسات التي تنبهنا لفكرة أنه يجب أن يكون هناك صحفيين أجانب تأخل قطاع قزة وجهنا في النقابة العديد من الرسائل لليونسكو والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضين عنها لحرية الصحافة والإعلام ولحقوق الإنسان لأهمية تواجد صحفيين أجانب بالقطاع إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين وهذه من أول رسائل التي وجهناها بالإضافة لمخاطبتنا لكافة النقابات الصحفيين حول العالم التي وجدنا منها الكثير من التجاوب والتعاون بشكل أو بآخر والمساندة لنقابة صحفيين فلسطينيين ولصحفيين في القطاع الحبيب حتى أن هناك بعض النقابات خالفت مواقف دولها في بعض الدول هي ليست على الوقوف التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ولكن النقابات هذه خالفت مواقف دولها واستجابت لمناشدات نقابة الصحفيين وقامت بمساندة صحفيين بالقطاع بشكل أو بآخر تعتقد هذا كافي رانيا في ظل كل هذا الاستهداف نحن نتحدث عن أول دولة في التاريخ دولة الاحتلال تستهدف هذا العدد والكم الهائل منه سبقتها أمريكا سبقتها الولايات المتحدة في العراق إذا كنت تذكر حرب 2003 و2004 أمريكا كانت تتفنن باستهداف الصحفيين كعدد إحنا الأكثر تتفنن الأعداد أكيد أكثر لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية تم قتل هذا العدد من الصحفيين بلغ عدد الصحفيين هذا الصباح باستشهاد زميلنا ومذيع في تلفزيون فلسطين عصام اللول وهذا الصباح إلى 115 شهيد في الحركة الصحفية هذا غير العاملين في القطاع الإعلامي بشكل عام يعني هذا الرقم كبير زي ما تفضلت صحيح والاتحاد الدولي نحن الآن بصدد لاستكمال إجابة على سؤالك نحن الآن بصدد رفع قضايا في الجنائية الدولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومجموعة من القانونيين الدوليين المتخصصين في مثل هذه القضايا في ملفات قدمتوها للجنائية ما حدث في هذه الملفات هي على أجندات الاتحاد الدولي للصحفيين التي تقدم في الجنائية الدولية لرفع قضايا أيضا على القادة الإسرائيليين المتورطين في مثل هذه الجرائم أيضا ليس فقط في الجنائية الدولية أيضا في محاكم أوروبية ومحاكم أمريكية التي تعنى في مثل هذه القضايا وتستقبلها الاتحاد الدولي للصحفيين صرح بأنه سيلاحق المسؤولين الإسرائيليين كما ذكرت إذا لم يلتزموا بقرار محكمة العدل بشأن استهداف الصحفيين ماذا يمكن أن تفعل النقابة من أجل تدعيم موقف الاتحاد وهل ستتواصلون مع الاتحاد لتقديم حقائق وأدلة حول ذلك نعم أول شيء النقابة التي طالبت مرارا وتكرارا من الاتحاد الدولي للصحفيين لاتخاذ هذا الموقف وبالتالي المرحلة التي وصل فيها الاتحاد الدولي للصحفيين لأخذ هذا الموقف كان لديه من النقابة العديد من الفيديوهات والعديد من الشهادات الحية من عديد من الزملاء الصحفيين وشهود عيان من مختلف أبناء شعبنا حول استهداف الإسرائيليين بشكل مباشر استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر للصحفيين الفلسطينيين أظن رقم 115 ليس عبثا أيضا اتحاد الدول للصحفيين ذهب أبعد من ذلك اتهم الإسرائيليين أنهم يتتبعون الصحفيين من خلال تطبيقات بالذكاء الاصطناعي ليقوموا باغتيالهم أو الاعتداء عليهم بشكل أو بآخر كلهم يختلف حسب موقعه أو مكان عمله أو حتى في منازلهم والكثير من الزملاء الصحفيين استشهدوا داخل منازلهم مع العشرات من عائلاتهم نعم يعني في شكاوى من زملاء صحفيين وصحفيات دعنا نتحدث هنا في الضفة نعم عن أنه لديهم نقص في الدروع في توفيز سبل الحماية ونحن نعلم أيضا كيف هو الوضع في الضفة بعد السابع من أكتوبر كمان نعم وبالتالي أين دوركم في دعم الصحفيين والصحفيات جميل هذا سؤال جميل جدا ريم وهذه النقطة اللي لازم نوضح على جميع زملاء أنا الصحفيين وبتمنى أن الرسالة توصل بشكل واضح وصريح نقابة الصحفيين على مدار سنوات طويلة منذ تأسيس لجنة السلامة المهنية اللي هو مسؤول عنها زميلنا منتصر حمدان تقوم بإجراء العديد من الدورات التثقفية لألية السلامة المهنية في الميدان للصحفيين وهذه الدورات جابت محافظات الوطن جميع الضفة وغزة على مدار سنوات عديدة وفي ليفل هذه الدورات مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث وقامت النقابة بتزويد الصحفيين بكافة هذه الدورات وبواب النقابة إلى الآن كمان مفتوحة للي ما استفاد منها وعن بنزل على الميدان كمان إحنا مستعدين نوفر له هذه الدورات حاليا لكن قضية الدرع والخوذة هي مسؤولية المؤسسة الإعلامية ليست مسؤولية نقابة الصحفيين أي صحفي مؤسسة الإعلامية تجبره على العمل دون خوذة ودرع عليه التوجه لنقابة الصحفيين ورفع شكوى أو يعني إخبارنا بهذا الأمر لأنه هذا أمر غير قانوني وغير صحي وغير مقبول في أساسيات أخلاقيات مهنة الصحافة الصحفيين المستقلين مثلا واللي بيشتغلوا لفريلانس نعم في بعض الدروات تقوم قامت بتوفيرها نقابة الصحفيين سابقا وهي تقوم الآن مخاطب قمنا منذ بداية الحرب بمخاطبة الاتحاد الدول للصحفيين حول توفير العديد من الدروع لكن ريم لن نستطيع أن نوفر لكافة الموجودين الصحفيين التابعين لمؤسسات إعلامية مؤسساتهم الإعلامية هي المجبورة أن توفر لهم الدرع والخوذة وأظن هذه من أساسيات ترخيص المؤسسة الإعلامية أنت بدأك توظف ثلاث مراسلين ميدانيين وثلاث مصورين مجبور يكون عندك ست أدرع وست خوذ يعني هاي من أساسيات الترخيص لأي مؤسسة إعلامية بعض المراسلين أو بعض المصورين الميدانيين الذين يعملون بإطار دروع وخوذة نصيحتنا لهم عدم التوجه لأماكن الاشتباك إلى أن يوفر الخوذة والدرع حاليا نحن قمنا بمخاطبة التحدي والصحفيين طبعا أنت عارف ثمن الخوذة والدرع مرتفع جدا يعني وبالتالي توفير عدد كبير منه بالوقت الحالي صعب يعني نتأمل قريبا أن يصلنا العدد الكافي وأكيد مراسلنا في الميدان ومصورينا في الميدان هم الأحق بهذه الدروع والخوذ الاعتقالات التي تصبح للزملاء الصحفيين بالضفة أيضا عدد كبير منهم داخل سجون الاحتلال نعم وهذا استهداف للصحافة وللكلمة صحيح وللصورة أيضا في الضفة كيف تتابعون هذا العدد في لحظة الصحفيين أول شيء بلغ عدد المعتقلين منذ بداية الحرب من 7 أكتوبر إلى اليوم 51 معتقل تقريبا يعني خرج منهم 21 بقي منهم في منتصف الثالثينات داخل السجون الإسرائيلية تقوم نقابة الصحفيين بمتابعة هذه الملفات وتقوم أيضا بتكليف محامين لمتابعة الأمر سواء في المحاكم الإسرائيلية أو حتى مع عوائل هؤلاء الصحفيين المعتقلين على الأرض يعني شاهدنا العديد من النماذج منذ 7 أكتوبر كيف أن دقابة الصحفيين تابعت عملية الاعتقال ورزتها ورشفتها وقامت وضعها بملف خاص أيضا لمحاسبة القادة الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي على فكرة اعتقال أي إنسان فقط لأنه صحفي دون ارتكاب أي مخالفة بأي شكل من الأشكال أيضا الانتهاكات ضد الصحفيين ريم ليس فقط بالاعتقال أيضا قامت الجيش الاحتلال بالضفة أيضا ليس فقط في غزة بل الاعتداء بالضرب على أكثر من تواقم إعلامية متواجدين بالميدان دون أي سبب دون أي سبب يذكر سواء بداخل مناطق الثمانية وأربعين ومنهم أناس أو صحفيين تابعين لفضائيات كبيرة ومؤسسات إعلامية كبيرة عالمية كبيرة وهي من الأساسات المحابية للاحتلال أساسا ومع ذلك لم يسلموا من الاعتداء ولم يسلموا من الضرب ولم يسلموا من تكسير المعدات قاموا بتكسير الكاميرات لطاقم تلفزيون فلسطين مرتين من بداية 7 أكتوبر إلى الآن يعني هناك العديد من التجاوزات ريم لا نستطيع فقط أن نصنفها فقط في قضية الاعتقال هناك العديد من التجاوزات تقوم لقابة الصحفيين بأرشفتها بطريقة قانونية مع شواهد وشهود واعترافات مسجلة وفيديوهات توثيق يعني توثيق لتقديمها لاتحاد الدولي والصحفيين ومن ثم لقانون دولي لرفع قضايا على الجيش الإسرائيلي والقائمين على هذه الأعمال نعم على سيدة الإعلام الدولي والإعلام العالمي أيضا كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة الـ CNN الأمريكية كتبت مقال قبل أيام قالت فيه في الواشنطن بوست ذكرت فيه أن عدد الصحفيين اللي استشهدوا في غزة هو الأكبر تأكيدا على المعلومة التي ذكرتها قبل قليل هو الأكبر من الحرب العالمية الثانية بمعنى أن أصبح أيضا العالم يتحدث عن هذا الأمر حتى شبكة الـ CNN نعم ولذلك ألا تعتقدين إيرانيا أنه مطلوب بشكل فوري إجراءات لوقف هذه المجزرة بحق الصحفيين أو إعلاء الصوت أكثر دعيني أقول يعني الإجراءات المطلوبة بشكل فوري هي وقف الاعتداء بشكل كامل على أبناء شعبنا في القطاع الحبيب وقف الحرب وقف العدوان بشكل كامل على القطاع الحبيب وبالتالي وقفوا على الصحفيين لأن هؤلاء الصحفيين هم جزء من أبناء الشعب الفلسطيني وزي ما حكينا في بداية اللقاء ريم الجانب الإسرائيلي رافض دخول أي صحافة أجنبية داخل القطاع خشية من اكتشاف المزيد من المجازر والتأكيد عليها من قبل هؤلاء الصحفيين الأجانب فبالتالي المطلب يجب أن يكون هو وقف العدوان على أبناء شعبنا على المدنيين وكل القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان بتنص أن الصحفي هو إنسان مدني لا يحق لأي جيش أن يعتدي عليه فبالتالي من الأولاء المطالبة بإيقاف الحرب على أبناء شعبنا في القطاع الحبيب وكمان ريم هون لازم نحكي شوي عن الإزدواجية بالمعايير الدولية وهذا العالم الأعور اللي بنظر للقضية الفلسطينية ومتعرض له الفلسطينيين والصحفيين الفلسطينيين بأعين مغلقة أو بدون إحساس أو بدون أي أدنى مسؤولية أخلاقية أو إنسانية اتجاهنا يعني خرج المتحدث باسم الأبيض وقال أنه لا شواهد لدينا أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل مباشر الصحفيين حرب إعلامية 115 صحفي ولا شواهد لديك يعني كم لازم يكون الرقم عشان يكون لديك شواهد من استهداف يعني إذا إحنا بنحكي تقريبا عن 20% من الصحفيين أنت عن شو بتحكي طبعا هي حرب إعلامية إذا صف 80% من الصحفيين مهجرين بلا منازل وبنازلهم قصفات وذويهم قصفوا واستشهدوا وأنت بعد كل هذه الأرقام تحكي أنه لا شواهد لديك نعم شكرا جزيلا لك زميلة رانيا الحمد لله عدو الأمان العامة لنقابة الصحفيين شكرا لحضورك اليوم في الاستوديو شكرا رين وشكرا لوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة